وجه رئيس مجلس الوزراء برفع درجة الاستعداد وإعداد وتجهيز السحات والحضائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأطحى المبارك وخلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة اطلع رئيس الوزراء على الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأطحى المبارك مشددا على ضرورة العمل على استمرار توفير اللحوم والأضاحي بالشوادر على مستوى المحافظات وكذا سلع الاستهلاكية الأساسية بجميع الملافذ والمجامعات الاستهلاكية مع تكفيف الحملات للمتابعة الدورية للأسواق والمحال التجارية والإشراف الكامل على المجازر ومنع ذبح الأضاحي خارجها وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام القيادات التنفيذية بالمحافظات بالمرور المستمر اعتبارا من الغد وحتى آخر يوم في فترة الإجازات للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني مع التصدي بمنتهى الحزب لأي تعديات بالمحافظات وتنفيذ الإزالة الفورية لحالة التعدي المرسودة اشتركوا في القناة